اليوم الحلو ده يوم كله بركة كله بركة ويوم كله براءة لأنه يوم مع الحبايب والأحباب كمان يوم فيه أخبار حلوة كتير النهاردة يوم كله رضا ويوم كله بركة وقدرونا باختلاف احساس جميل بجبر الخواطر وبالطبطبة حالة خاصة في منتهى الرقي والعظمة والإنسانية قادرونا باختلاف واليوم اللي بيتعامل لقدرونا باختلاف حالة خاصة من الرقي والعظمة والإنسانية ولازم هنا أشكر كل القائمين أشكر أصحاب الفكرة وأشكر كل القائمين على قادرونا باختلاف بتشوفها دايما اليوم العظيم ده مع الحبايب والأحباب وتعامل سيادة الرئيس مع أصحاب الهمم تعامل معاهم باهتمام وبتأدير وحالة كده زي ما بقول حضراتكم حالة خاصة جدا بيترجم حاجات كتير قوي فكرة تكامل بقى يعني اليوم ده بيترجم حاجات كتير قوي من يوم خمس سنين يمكن فاتوا بنلاقي فيه قدمج بنلاقي فيه شراكة بنلاقي فيه تمكين زي ما بنقول فيه تحفيز فيه تشجيع لهذه الطاقات العظيمة من زويلهم نهارده كان فيه دعم مالي كبير من سيادة رئيس خصص عشر مليار جنيه لسندوق قادرون باختلاف كده بقول حضراتكم يوم الأخبار الحلو وزي ما قلت برضو يوم من الأخبار الحلوة والنهارده أخبار كتير حلوة النهارده سيدة رئيس تكلم بشكل واضح والأول مرة بيتكلم عن مشروع راس الحكومة قال إنه هيكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط وقال إن هذا المشروع اللي أعلنت عنه الحكومة وصل بالفعل جزء منه دخل البنك المركزي وقال كمان إنه فيه جزء تاني حيدخل من هذا المشروع يوم الجمعة اللي جاي كده عرفنا إنه فيه جزء من المبلغ اللي تقال عليه وقال عليه دكتور مصطفى مدبولي معلي رئيس الوزراء بخصوص مشروع راس الحكمة دخل البنك المركزي وجزء التاني حيدخل يوم الجمعة دي أخبار حلوة دي أخبار حلوة جدا نكملين بقى معاكم في الأخبار الحلوة من شوية رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع سبع اتفاقيات تعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة مع سبع مطورين عالميين بإجمالي استثمارات قد إيه حتى تتجاوز 40 مليار دولار طبقا للأخبار خلينا نرجع للحباب والأحباب واللي بسببهم يعني وبسبب اليوم الجميل ده بقى فيه أخبار حلوة كتير زي ما قلت لحضراتكو وتاني بشكر كل القائمين على قادرونا باختلاف أصحاب الفكرة تنفيذ تنفيذ اللي حضراتكو بتشوفوه أو شفتوه نعاردة ده وعلى مدى خمس سنين اليوم ده مش يوم بيتعامل قبلها بيوم أو أسبوع اليوم ده بيفضلوا يشتغلوا عليه شهور علشان نوصل للحالة بتاعة النهاردة